السلام عليكم واحدة بتسأل بتقول أبويا لا كان بيصلي ولا كان بيصوح وتوفه الله أعمل له إيه؟ عشان ربنا يريحه في قبره هل في حاجة أعملها عشان ربنا يريحه في قبره؟ رغم أن أنا عارفة أن الصلاة لا تجوز للميت ولكن عايز أعمل له أي حاجة تريحه في قبره والنهاردة جماعة الموضوع بتاعنا ده مش حلاوة أبوها بس على أبوها عمها خالها جدها جدتها عمتها أي حد عزيز عليها تعمل له إيه؟ لو ما كانش بيصلي ولا بيصوم عشان تريحه في قبره الحقيقة أنا جايب لحضرتك النهاردة 8 حاجات سهلين جدا تعملهم للميت العزيز عليك عشان تريحه في قبره إيه هم التمئن حاجات دولة؟ دولة اللي هنتكلم عليهم لحظة بلحظة بس أبن أقول لحضرتك أحب أعرفك بنفسي أنا اسمي سعيد مبارك مقدم البرنامج وقناتي قناة دينية اسمع الله هم تقبل بتعمل على نشر سنة النبي محمد ياريت بحضرتك لو تشوفني الأول مرة ما تبخلش عليها باللايك ولا اشتراك عشان تكبر تبقى دال على الخير زي ما سيدنا رسول الله قال أدال على الخير كفاعله وأعرف إن إيدك شاهد عليك يوم القيام إيه بقى اللي أعمله للمتوفي اللي هو عزيز علي اللي ما كانش بيصلي ولا بيصوم طبعا لا شك إن هو ارتكب اسم عظيم لأن من أرقان الإسلام الصلاة والصوم وهو كده في حاجتين مع ملهمش من الأرقان الإسلام وبعض العلماء قالوا إن تارك الصلاة كافر وبعض العلماء قالوا إن الزوجة من حقها تطلق من تارك الصلاة وبعض العلماء قالوا إن إنت لا يجوز إن إنت تاكل مع تارك الصلاة ولكن هذا الاسم اسم عظيم فلابد إن إحنا نشوف أي حاجة لأن ربنا رحيم بس ما تنساش إن برضو ربنا منتقم جبار يلا بينا نشوف التمن حاجات اللي شيخنا وعلماءنا قالوا لنا عليهم نعملهم للراجل أو للست اللي ما كانش بيصلي ولا بيصوم وأول حاجة سيد الفاضي الدعاء لازم تدعيله بقدر ما تستطيع اتنين الصدقة الجرية تلاتة الاستغفار أربعة إقرام صديقه يعني لو عنده حد صديقه تكرمه تددله فلوس لو محتاج تددله لو عندك لبسه محتاج تدهونه أي حاجة المهم تكرم صديقه حتى لو بيلكلمه خمسة صلة رحمه يعني هو قريبه لازم تودهم وتكلمهم وتعطف عليهم وتبقى معهم على طول ستة انفاز عهده سبعة لو تقدر هتعمل له عمره تمانية لو تقدر هتعمل له حجة طيب الصيام بالزاد اعمل فيه ايه لو حضرتك مقتدر والدك ما كانش بيصوم ولا عمره صام حتحاول تجمع على قد ما تقدر عدد من المساكين وتطعمهم بنية ما عليه من الصيام بتنساش بقع اللايك والاشتراك وتستغفر ربك في التعليقات ضمن تفرعات الله ومن والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة